هذا بيقول السلام عليكم انا متزوجة من سنتين واهل زوجي مسيئين الظن والد زوجي ووالدته مفيش حاجة تشوفها بيني وبين زوجي او عندي غير وتحكيها لكل اخوتها وكل اخوتها واولادها وكل حاجة اقولها يوساء الظن ويعملولي مشاكل بيني وبين زوجي وانا تعبت يا شيخ اول طيب انا اقول لحضرتك حاجة مهمة قوي اول حاجة واضح اقولك بس معنا بشكل واضح وقاطع يعني واضح ان انت حضرتك شايفة انهم مركزين معاك لا او حضرتك كمان مركزة معاهم يعني مش هم بس اللي مركزين معاك هم مركزين في ان هم بيلحظوا كل حاجة بتحصل في بيتك وبتحصل بينك وبين زوجك وبينشروها وانت كمان مركزة في ان هم بينشروا فبتعودت يا تتبعي هم قالوا ايه المين فين وازاي ممكن انت تقولي لي دلوقتي والله انا قاعدة وما حدش حكالي حاجة انا قاعدة وما تتبعتش حاجة ده هم الناس بيجوا يقولولك لما الناس يقولك ما تسمعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا الصحابة فكان يقول الصحابة لا تحدثوني عن اصحابي ما حدش يكلمني عن اصحابي فاني يريدوا ان اقلقاهم سليم الصدر قبليتك واستعدادك ان انت تسمعي او ان جنت تبحسي هم قالوا ايه عندك دي اللي بتضرك ده بالعنصر الاساس اللي بيدرك طب انا بقولك كده ليه لان من الزكاء وكمان من التدين المنور هو ماذا تركوا الانسان من حسن اسلام المرء تركوا ما لا يعنيه انت لا يعنيك ان انت تروح تغيريهم لكن يعنيك ان انت تمنعي قلبك من الواجع وتمنعي نفسك من ان هي تحس بالازى طب تمنعي نفسك ازاي ان هي تحس بالازى وان هي ما تتوجعش اسألة سهلة لا تسمعي لا تسمعي ما يقال بالعكس انك تسمعي ما يقال قد يكون ده فيه اعانة على الاسم والعدوان طب انت لو عايزة لا تعيني على الاسم والعدوان تعملي ايه ما تسمعيش الكلام اللي بيتقالك خالص يجور الكلام داته ما تسمعوش سيدنا الامام عمر الفاروق رضي الله عنه علمنا طريقة حلوة اوي 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 مش بس في الاقتصاد في الحياة كلها عشان نحافظ على نفسنا ايه هي لما حاجة بتغلى ارخصوه بالطرك لما تلاقي الكلام بيكتر ارخصوه بالطرك يعني خلي الكلام لا فائدة له بان جنت تتركيه فرخصي الكلام بالطرك عشان ما يوجعكيش لان انت لو غلت الكلام وخلتي كل كلمة من الكلام اللي بتتقالك دي لها اهمية مين اللي هيتضرق ومين اللي هيدفع الفاتورة حضرتك ولذلك خليكي كده نزهي سمعك عن انك انت تسمعي كل الكلام ده اتقولي انا كل ده كربته وقولي ده انا عملته انا دلوقتي بتأزى من اللي هم بيعملوه بتأزى من زوء ظنهم انا عايس عليك سؤال هو سوء الظن ده معصية لان فيها نوع من انواع الظلم للناس والظلم ظلمات يوم القيامة ايوة انا بحس اللي انت بتقوله ده انا بحس به اننا مظلومة صح مين اللي يبكي على الظلم بقى مين اللي توجه على الظلم المظلوم ولا الظالم المفروض الظالم لان الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم ده بيسوق الانسان الى النار فمين المفروض اللي يبكي على خطيئته المفروض هم اللي يبكوا على خطيئتهم ولا أنت بتبكي لهم يعني أنت بتتوجع وتبكي لهم عشان هما يرتاحوا ما وده مش صح يبقى هما اللي ظلموا وهم اللي يبكوا وهم اللي مفروض يتوبوا إلى الله وهم اللي يكتعدوا عشان يخرجوا من اللي هما فيه مش أنك أنت تكتهدي أن أنت ما تتوجعيش ده بيخليك في بعض الأحيين هذا التركيز أن أنت تروح وتقى في قصاد الكلام وتحاول تأخذ الكلام على قلبك ويوجعك طب جايز تقولي لي أن الكلام ده كلام شكله سهل بس احنا ما نقدرش نعمله بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جيه ومشرك القريش ومشرك القريش بالمناسبة أنت بتكلم عن مسلمين بتكلم عن إخوانك في الدين بتكلم عن ناس ممكن بعضهم يكونوا صلاحون وعندهم المعصية ده بس فيبقى الحل ويبقى أن حضرت النبي لما كانوا يقولونه ده الناس دولا المشركين بيتكلموا عنك وبيسبوك فيقولهم ولا بيسبوني والحاجة ده بيسبوا واحد تاني الواحد ده تسمى مزمم وأنا اسم محمد إنما يدعونا مزمما وأنا ولست مزمم ولكني محمد فشوفوا حضرت النبي حفظ كلامته إزاي حفظ كلامته أن الكلام اللي انتوا بتقوله ده مش فيه أنت ممكن كمان تحفظ كلامتك إن انت تعتبر إن الكلام اللي بتقال ده بتقال عن حد تاني مش عنك أنت مش أنت بتقول إن هم بيظلمونك يبقى هم بيتكلموا عن واحد شخص تاني غيرك أنت الحاجات اللي بيقولها لك دي لو تعودت إن انت تعمليها بس أنت بقى لما تيجي تعملي كده نفسك الأمارة بالسوق تقولك إيه لأ ما أنت لو عملت كده يبقى أنت للأسف يعني هم هتقول كده نفسك الأمارة بالسوق هتقولك كده ما عندكش كده ما يبيش عباءة عندك دم إنهم يجيبوا في ستك وانت تسكتي فأنت لازم تاخد الأمضة على سترك وتتوجعي وتتألمي وتتعذبي مين اللي أمرك بده النفس الأمارة بالسوق ونفس وما سواها فإلهمها وفجورها وتقواها قد أفلح من زكها فأنت لازم تزكي نفسك فلا تستمعي لهذا الكلام ودعيه ولا تستمري في إن هذا الكلام سيؤذيكي أذن بالغا إن انت تستمري في هذا الحال فهما لما يتكلموا يبقى بيتكلموا على مين على حد تاني مش بيتكلموا عليك فأنت لازم تكوني فهمة كده كويس جدا